تحت رعاية معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وقيم مساء اليوم حفل الزواج الجماعي الثالث للعسكريين في قاعة نادي ضباط قوة دفاع البحرين بحضور سعادة الفريق ركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق ركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسعادة اللواء ركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعدها تفضل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال الحفل بالسلام على العرسان وتسليمهم الهدايا التذكارية متمنيا معاليه لهم التوفيق والسداد في حياتهم الجديدة وبهذه المناسبة أكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله تولي القيادة العام لقوة دفاع البحرين اهتماما كبيرا بمنتسبيها من أبناء الوطن الذين نذروا أنفسهم لخدمته والدفاع عنه وعن مكتسباته الحضارية مضيفا معاليه أن اهتمام وحرص القيادة الحكيمة بقيادة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله لمثل هذه الخدمات الاجتماعية التي تعكس أحد صور دعم الاستقرار الاجتماعي للمجتمع البحريني ومشاركة المواطنين في أفراحهم ومناسباتهم المختلفة من منطلق شعور العائلة الواحدة التي تربط المجتمع البحريني ما يعزز دور الشراكة المجتمعية الذي وضعته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نصف أعينها لما لها من مردود نجابين على منتسب قوة الدفاع الذي يتمثل في بناء أسرة صالحة وتساهم بكل ما حباها الله تعالى من قدرات لخدمة هذا الوطن الغالي والدود عن حياضه وصون مكتسباته لتبقى راية مملكة البحرين خفاقة عالية وأشار معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى أن الزواج الجماعي يعد جزءا من الخدمات التي تقدمها قوة دفاع البحرين لمنتسبيها وأن مثل هذه المشاريع النبيلة التي تعين الشباب على نفقات الزواج وتكاليفه ما يسهم في إنشاء جيل صالح يكمل نصف دينه ويكون مجتمعه الصغير المتمثل في الأسرة التي تسهم في مساهمة فاعلة في تنمية المجتمع وتقوي أواصر الألفة والترابط فيما بينها وتدعم الأسس والقيم النبيلة التي يحط عليها ديننا الإسلامي الحنيفة وفي ختام الحفلة تم تقديم هدية تذكرية بهذه المناسبة إلى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر